اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن تجد في الناس عذبا كهذا السلسبيل فيارب صل على تاج اولي العزائم ومن ليس لشريعته شرع بديل وجازه عن كل صائم من امته وقائم وعن نوره الذي به انقشع الليل الطويل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم اما بعد ايها الاخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن مواعظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الصحابي الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسلم في العام الخامس وقيل بل في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان له من العمر آنذاك ست وعشرون عاما نصر الله به الإسلام والمسلمين كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كانت إسلامه نصرا وكانت هجرته فتحا رضي الله عنه وأرضاه ولي الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه بوصية من أبي بكر فأقام فيها عشر سنوات ونصف وسار فيها خير سيرة حتى يضرب به المثل في العدل وفي عهده فتحت الفتوح ومصرة الأمصار ودونة الدواوين وساد العدل في أرجاء البلاد شرقا وغربا رضي الله عنه وأرضاه قتل غدرا وغيلة في صلاة الفجر في أواخر شهر زلحجة من العام الثامن عشر من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في العام الثالث والعشرين من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام قتل عمر واستشهاده في العام الثالث والعشرين من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومناقبه كثيرة ولولا ضيق الوقت لا تحدثنا وأسهبنا عنه من مواعظه البليغة التي يجب أن يعيها كل مسلم وكل مسلمة وهو على فراش الموت بعد أن طعن وخاصرته تنزف دما قال الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وهو في هذا يقتدي بإمامه وإمامنا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالصلاة وهو على فراش الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فهو الفاروق عمر رضي الله عنه يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت وجرحه يسعب أن ينزف دما يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عباد الله إنني أصبحنا في زمن كسرت فيه الفتن ومن أعظم هذه الفتن الظاهرة الخطيرة المبيرة المدمرة أننا نجد كثيرا مما ينتسبون إلى الإسلام رجالا ونساء شبابا وفتيات لا يصلون هل يعقل وهل يقبل أن يكون هناك رجل ينتسب إلى دين الله ولا يصلي سبحانك ربي هذا بهتان عظيم فيجب علينا أن نهتم بأمر الصلاة وأن نعلم أن الصلاة عمود الدين وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أيضا من مواعظ عمر رضي الله عنه البليغة أنه كان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في هذه الموعظة ينبهنا عمر رضي الله عنه إلى ضرورة أن يحاسب كل من نفسه والحساب يفضل أن يكون يوميا إذا وضعت رأسك على الوسادة وأنت تريد أن تخلد إلى النوم فلابد أن تحاسب نفسك كم حسنة عملت اليوم وفي المقابل كم سيئة اشترحت يداك اليوم إن كانت حسناتك أكثر فاحمد الله واستكثر وإن كانت سيئاتك أكثر فاستغفر الله وقلل منها بقدر الإمكان حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا سيأتي يوم يحاسب به العبد على الكبير والصغير والفتيل والنقير والقطمير على كل شيء كما قال تعالى فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مفقال ذرة شرا يرى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم في يوم القيامة يضع الله تبارك وتعالى الموازين القصط فلابد أن نزن الأعمال ونحن هنا في الدنيا ماذا قدمنا من عمل صالح ماذا أخرنا من عمل سيء فنبادر بتصحيح الأعمال ونبادر بالتوبة والاستغفار يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أيضا من مواعظ عمر رضي الله عنه أنه كان يقول التؤدت خير في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة التؤدت خير في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة ما المقصود بالتؤدة التمهل التريث عدم التعجل ولذلك العرب كانوا يتسمي العجلة بأم الندامات ومن الأقوال المأسورة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة لكن الفاروق عمر رضي الله عنه هنا ينبه إلى عمر مهم جدا أن التؤدة خير في كل شيء إلا في أمر واحد لا يبغي أن تكون فيه تؤده وإنما فيه عجلة ما هذا إلا في ما كان من أمر الآخرة التوبة هل تصح التؤد في التوبة لا لابد إن أسبب العبد أن يتوب سريعا إن عمل سيئة أن يأتي بحسن بعدها والله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات أيضا قال أهل العلم أنه يستحب التعجيل في إكرام الضيف وفي قضاء الدين وفي دفن الميت وفي تزويج البكر كل هذه الأمور أجمع أهل العلم على أن التؤدة ليست بمطلوبة ولا مرغوبة فيها لأنها من أمور الآخرة التؤدة خير في كل شيء إلا ما كان من أمر الآخرة أيضا من مواعظ عمر رضي الله عنه البليغة التي نحن في أمس الحاجة إليها في زماننا أنه كان يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضى بالحق ولم يقضي بهوى ولا لقرابح ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآته بين عينيه حينما يتحدث عمر رضي الله عنه عن العدل فلابد أن ننصد ولابد أن نستمع فقد كان كما ذكرت في بداية الحلقة يضرب به المثل في العدل فيقال أعدل من عمر أو عدل كعدل عمر يتحدث هنا ويوجه كلامه إلى القضاح فالقاضي هو ديان الأرض فيقول رضي الله عنه وأرضاه ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقاه يوم يلقونه والويل هلاك وعذاب وقيل وادم في جهنم بعيد قعر شديد حره لمن لقاضي الأرض إن لم يحكم بالحق ويل لديان الأرض من ديان السماء وديان السماء هو المولى عز وجل يوم يلقونه إلا من الذي ينجو من الويل والهلاك والعذاب إلا من أم العدل قصد العدل وقضى بالحق ولم يقضي بهوى ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة ذكر عمر رضي الله عنه أربعة أشياء تجعل القاضي يجور في حكمه أولها الهوى وثانيها القرابح يجور في الحكم محابة لقريبه وساليسها الرغبة في الدنيا من طمع وملزات ومغانم وآخرها الرهبة من السلطان والحاكم ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أم العدل وقضى بالحق ولم يقضي بالهوى ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة وجعل كتاب الله مرآته بين عينيه يعني إذا أراد القاضي ألا يجور في حكمه وأن يحكم بالعدل فلابد أن يجعل كتاب الله عز وجل كالمرآح ينظر فيها بين عينيه فإنه لن يضل إن شاء الله تبارك وتعالى ولعل عمر رضي الله عنه بهذه الموعظة يضع نصب عينيه ويتذكر قول الله تعالى فيما ورد في سورة صاد في توجيه الحق تبارك وتعالى لنبيه ورسوله داود عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد يوم القيامة بما نسوا يوم الحساب بعدها بآيتين ورد قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب فكأن الله عز وجل يقول أن القاضي إذا أراد أن لا يجور في حكمه وأن يقضي بالحق عليه أن ينظر وأن يتدبر في كتاب الله عز وجل من مواعظ عمر رضي الله عنه أيضا أنه كان يقول عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء حقا وصدقا إذا أردت الشفاء لقلبك ولروحك فأكسل من ذكر الله وهو أسهل وأيسر طاع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى العكس والنقيض إياك احذر من ذكر الناس بغيبة أو سوء فإن هذا هو الداء نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المواعظ وأن يشفي قلوبنا بذكره وأن يطهر ألسنتنا من ذكر الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة